هذا الشخص كان عمره 15 عام فقط شارك في أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق سرقة 24 مليون دولار نعم عمر صغير لكن كان عمل مفاجئ محفظة ممنوكة لمستثمر بالعملات المشفرة دمت سرقته استخدم هذه الأموال لدعم مشاريعه واسلوب حياة عالي جدا استئجار سيارات فاخرة ورحلات جوية فاخرة وفي النهاية تم الحكم عليه بالسجن للأحداث القاصرة لأنه أقل من 18 عام لكن تورطه بالسرقة جعله شخص معروف كان دائما مهتم بالتكنولوجيا والغوص عميقا في عالم القرصنة ومنتديات عبر الإنترنت مثل منتديات الأوجي اكتشف عملية البيع والشراء والسرقة ومنتديات عبر الإنترنت مثل منتديات الأوجي حيث اكتشف عملية البيع والشراء وصرقة الأسماء المستخدمين لشبكة الأوجي اسمحوا لي أن أشرح لكم ما هو الأوجي هو نوع من أنواع الحسابات بالوسائط الاجتماعية والذي تبلغ قيمته في هذه المنصة آلاف الدولارات الشيء المميز بهذه الحسابات هو أنها تعتمد على اسم المستخدم الأصلي فقط ولا يوجد أرقام مثل السنابشات تستخدمه فقط باسم المستخدم يتطلب نظام الأوجي اسم مستخدم أصلي كون هذه المبادلة تعرف بالسين وهذه الطريقة يستخدمها المتسللون كان له صديقا له يعمل معه تمكنوا من الحصول على معلومات كافية من خلال صغرات على الإنترنت ووصلوا للمحافظ المملوكة فيها عملات مشفرة وجدوا محفظة فيها 900 مليون دولار لم يتمكنوا من الوصول لهذه الكامية كاملا لكن بعد ساعات نجحوا في تحويل 24 مليون دولار من هذه المحفظة في نهاية المطاف وتعتبر هذه هي أكبر عملية سرقة في العملات الرقمية بعد التخطيط لها بمدة طويلة ومن شخص كان أصغر سنا بالتأكيد قناتنا مهتمة بأدق التفاصيل لسوق الكريبتو والصفقات الناجحة انضام إلي عن رابط أسفل الفيديو صفقات مجانية كريبتو وفوريكس وعملات أجنبية